يعني أن المبلغ اللي عندي الأدنى هو واحدة 2020 دينار يعني ممكن نلقاه يعني حتى الإنسان كيروح يزيد يبحث يزيد يصقصيم يروح عنده وكالة وحده قال انت كده لي تأمين كده وكده 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 شح تستقابه ويروح عنده وكالة وحده خلال يزيد يقارن يعني في رأيك أستاذ ربما هنا الوكالات كل وكالة وعندها مبلغ خاص؟ نعم نعم هذه نقطة مهمة هناك مبالغ موحدة ما فيها جميقاش هناك مبالغ تقدر تكون فيها تنازلات تقدر تكون فيها تسهيلات تقدر تكون فيها عمركما تقدر تنازل حتى 120 ألف يعني 120 ألف سنويا أيضا طبيعة الحال لما نشوفه الآن لماذا هناك عزوف هناك قلة أولا لجهل المواطن الجزائري بهذا النوع من التأمينات ما هوش عارف ما هوش عارف أهميتها أيضا أنه المواطن الجزائري فاقت لهذه الثقافة حتى لو كان يعرف يقول لكم من أميش أنا نفضل نحتاط على رأيك خسر النايات 300 وال400 وال500 ألف في العام وأنه نحتاط وخلاص وإنفجار وكده قال غلاق العين والغلاق الغاز وقوضية العمر عنا هذه حبيناها ولا كرأنا هنا التفكير تتع وخاطئ نعم أنا نذكره في الأسباب نعم هذه الأسباب موضوعية وكثير من الناس عم يسمعوني يقول لك يعني أنا نحتاط على رأس وخصير 500 ألف ولكن هذه أسباب كي مرك يتوب لي مهما كان ونبدأ بالنفسيع ونبدأ بالآخر ولكارنا ولكنا سقصي وأنفسنا أذكرانا مؤمنين في الدائرة ما بأ لكن إحنا الأولين إلا ما نسمع منين وبالتالي هذه ثقافتنا هذه عقليتنا هذه هذا و هذا شيء جديد هذا من توش جديد ولو أنه يعود إلى أفين و ثلاثة ولكاراني نقول لك لم يكن ترويج له نشوفه أيضاً كان بعض الأسباب موضوعية مثلاً تدني قدرة شرائية الناس الآن يعني فقدة لهذه الثقافة ولكن أيضاً تزيد أن تقول لك ما صار في ضائق لك لا 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 شيء اللي عندي يبكفيني واني قلت لك أنا أنا وراهن لو كان ما كانش تأمين السيارات اللي عنده الناس ما تأمنش نعم الآن وش بقى العامل الذي يتم يعني التركيز عليه هو في التأمين الإجزامي الآن لما تروح عند الموثق تعلق الأمر بإيجار أو ببيع أو أي شيء تلك الوثيقة ليست إلزامية في الملف لأنها كما تقولي شهادة ميلاد ولا شهادة صوابق عدلية نعم ولكن هو تصحيح لوضعين غير قانوني أنا لما نروح هذك اللي راح يكره نقوله جيب لي شهادة ما المفروض راي عنده مشي أنا موثق راح نقوله جيب لي شهادة تأمين آه ضروري هي ضرورية في الملف انت راح تسوي وضعية غير قانونية وبالتالي يروح يأمن بس يجي يسوي وضعيته القانونية شغل نتيده راح يتقولي لي واحد راح يكري عقار ما عندوس دفتر العقاري تاعه خير راح جيب دفتر عقاري ومعتر وقت كريه يقدش هنا طبعا ما يقدش يكري العقار طبيعا إذن هي التسوية لوضعية غير سوية حتى كثير من الناس اللي راحوا يكري ولي راحوا يبيعوا تفاجعوا يقولوا جيب لي عقل تأمين يقولوا لا هنا أمن يكونوا إلزامي انت راك في وضعية غير قانونية والآن لما نشوفوا هذا النوع من التأمين الإلزامي راهوا خاصة خاصة نشوفوه في المعاملات التجارية تحب يريف تحانو وتحاو واحدة حاب يقذى واحدة الآن أصبح حتى الكيراء الناس تتفادى الاكتتاب عند الموثقين للتكاليف الموثق للتأمين للإجراءات ما هو مش عارفين أنهم يرحوا تعرب من تطبيق القانون ما هو مش عارفين باللي راحين يطيقوا مصيبة أكبر مصيبة أكبر اللي يدخل لك الضارك وما عندوش وثيقة غدوها غير موخة رجلك اشتركوا في القناة